فكرة البينة هنا نعم فكرة البينة هنا عشان خاطر أديها الحقيقة طيب هل ده يتعرض فضيلة الشيخ مع باب المواريث المذكور في القرآن الكريم؟ لا لا يتعرض تماما لا يتعرض تماما نحن عارفين القرآن محدد نسب الميراث نعم الميراث الميراث فيما ترقوا المورث يعني إيه؟ يعني لو الزوجة التي توفيت يبقى الميراث في تركتها ولو أن الزوج هو الذي توفي يبقى الميراث في تركته لكن الكاد ليس من تركته حتى ولو كان يمتلكه فهو امتلاك ظاهري لكن مش ملكه وفي زور أخرى إن هي بتكتب كل حاجة باسمها أو بكتب كل حاجة باسمه أو اشترينا مثلا شقة كتبناها مناصفة اشترينا عمارة كتبناها مناصفة ممكن لايكون قايم على التراجي